أجيب الذي قد أتى يسألك فبشر عبادي فإني قريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبق علينا نعمه فجعلنا في خير أمة سبحانه له الفضل والإحسان والمنة والصلاة والسلام على خير إنسان وأكرم ولد عدنان بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين نصر بهم دينه بجهاد العلم وجهاد الأسنة ورحم الله التابعين وعلماء المسلمين الأبرار ذو المناقب والفضائل الجمة وبعض مشاهدي الكرام حيثما كنتم أينما كنتم في أرض الله الواسعة حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم جميعا قلوا آمين وكل من يرانا الآن يعلي شعارنا دوما جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم أبي وأسكنه الفردوس الأعلى وسائر أموات المسلمين نحن اليوم على موعد مع علم من الأعلام وإمام من أئمة السلف إنه سليل بيت العلم والأدب والدعوة إنه الإمام بن الإمام والقدوة بن القدوة والعالم بن العالم الإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن أيوب الشهير بابن القيم الجوزية رضوان الله عليه وأرضاه ابن القيم أبوه كان عالم من العلماء المعروفين المشهورين بالعلم والأدب والورع خذوا بالكم إن ابن القيم هو التلميذ النجيب لابن تيمية رضوان الله عليه وأرضاه لما ولدت أمه هذا الغلام سماه أبوه محمداً ونظره للعلم والجهاد والدعوة ولذلك بدأ يطلب العلم مبكراً جداً وتفرد وأتقن في علم المواريث اللي أبوه كان له السبق فيه علشان كده نال العلم من أبوه وبعدين لازم الإمام بن تيمية 17 سنة ابن القيم نبغى في معرفة مذاهب السلف حتى قال عنه أهل العلم ما تحت أديم السماء أوسع علماً منه شوف الجمال ابن القيم كان عنده هم علي أوي في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ابن القيم كان يرى أن الدعوة إلى الله تعالى هي باب الجنة ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال كده كونوا ربانيين ولذلك ابن القيم كان يقول من أراد المنزلة العليا في الجنة فعليه أن يكون في المنزلة العليا في الدعوة ولأن الشيء بالشيء يذكر فلازم نفهم أن الدعوة عامة وخاصة الدعوة العامة دي فرض على كل مسلم فرض على كل مسلمة الدعوة إلى الخير إلى الكلام الطيب إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له دي وظيفتك وظيفة اللي يتبعك اسمع كده قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين دي الدعوة العامة لكن الدعوة الخاصة اللي هي تحتك تخصص وتحتك شهادات فدي مش لكل حد لا ربنا ما قالش كل الناس تخش دراسات إسلامية ولا شريعة وقانون ولا أصول دي إنما اسمع قال إيه وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافًا فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٍ قُلْ لِيَنْفِرْقَةٍ طَلَّعْ شُوَيَّةٍ يَعْمِلُوا إِيهَ رَبْ النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرادهم يعني أعلمهم بالفرائد علم المواريد زيد بن ثابت وأقرأهم يعني القارئ المتمكن للقرآن أبي ولكل أمة أمين وأمين وهذه الأمة أبو عبيل هي دي مش هادات هو ده مش أقوى دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحترم التخصص ويبين أهمية التخصص أنا بقول لك الكلام ده ليه علشان تفهم أن من كان علمه من القتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم ومن يأخذ العلم عن شيخ مشافاهة يقوم في مأمن من الزيغ والتحريف والذلل صليته على الحبيب صلى الله عليه وسلم نرجع لابن القيم ابن القيم تميز في دعوته ولقى قبول بين الناس علشان كان بيفهم طبائع البشر كان قادر يوصل للنفس البشرية إيه اللي يقنع نفس البشرية فكان يلعب على أوطار القلوب والعقول ولذلك مثلا لو جبت لك نموذج لما تسمع لكتير من الدعاء والوعاظ بيكلموا عن الدنيا بالزمن وبيقولوا للناس بعيدوا عن الدنيا وزيبوا الدنيا في نفس الوقت يقولوا للناس عمروها واشتغلوا فيها فالإنسان يبقاعد في حيرة هو أنا سيبها ولا اشتغل فيها هو أنا أبعد عنها ولا عمرها طب ابن قيم بقى لما جيه تكلم عن الدنيا اسمع قال إيه اسمع بعد ما تصلي على الحبيب كلام جميل قوي العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركها ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم الله فترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة فكيف نأمر بالفضيلة من لم يكن بالفريضة إزاي بتأمر واحد واحدة تلبس نقاب وهي أصلا مش محجبة شوف الجمال فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يكن بالفريضة فإن صعب عليهم ترك الذنوب فاشتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كماله شوف الجمال شوف العظمة فإن القلوب مفطورة على محبته فإذا تعلقت القلوب بحب الإله هان عليها ترك الذنوب والإصرار عليها والانشغال بغيرها شوف الجمال أخذوا بالكم الإمام بن القيم كان مضرب الأمثال في العبادة والأخلاق لدرجة ابن كثير بيقول لا أعرف في هذا العالم في زماننا عالما أكثر عبادة من ابن القيم وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها حتى إن كثير من أصحابه كانوا يلومونه في ذلك سبحان الله العظيم ابن القيم حتى لما تروح تحدي وتعتمر ما تحسش بتعب تحس بشوقه بمحبة أخذ بالك البيت الحرام ليه تحية تحيته الطواف سبع أشوار لو دخلت في اليوم ثلاثة مليون مرة للبيت الحرام لازم تطوف ثلاثة مليون مرة كل مرة سبع أشوار لا إما تصلي ركاتين فابن القيم كان يرى في الطواف كثيرا حتى يتعجب الناس منه سبحان الله العظيم ولذلك إن كان من كلام في الحلقة دي فأنا عايز كل إنسان مسقف يقرأ لابن القيم عايز كل إنسان مبتلى يقرأ لابن القيم عايز كل إنسان ناقم على حياته يقرأ لابن القيم عايز كل إنسان عايز في رغب من العايش يقرأ لابن القيم عايز كل إنسان عايز في متأة الحياة ومش حاسس بيها يقرأ لابن القيم اسمع كلام ابن القيم كده وهو بيتكلم عن نعم ربنا فبيقول النعم سلاسة حاصلة يعلم بها العبد في نعم موجودة العبد عرفها ونعم منتظرة يرجوها ونعم هو بها لا يشعر بها الله أكبر في نعم إحنا نستنينها وفي نعم إحنا عايشين فيها بس مش حاسين بها اسمع بقى فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة وأعطاه من شكره قيداً يقيدها به حتى لا تشعر لما ربنا يحب يتم النعمة على حد يعمل إيه يعرف النعم اللي هو عايش فيها وبعدين يدي له القيد علشان النعم ما تشروتش ليه؟ لإن كسرة المعاصي تزيل النعم الله أكبر شوف بقى إزاي؟ الله ولذلك ابن القيم يقولك أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه أو يصنع إليهم أو تصنع إليهم عروف شوف الجمال شوف العظمة علشان كده أنا بقولك أنت محتاج تقرأ لهؤلاء الأعلام محتاج تفهم سرتهم هقول كلمة في خلاصة الحديث عن التابعين هؤلاء التابعين مضوا إلى الله سبحانه وتعالى لكن بقيت سيرتهم وربنا في القرآن قال كده إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم والشعر قال كده ففز بعلم تعج به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء صحيح رحل هؤلاء التابعون إلى الله سبحانه وتعالى ولكن بقيت آثارهم وبقيت سيرتهم يقتدى بها ولله ضر من قال فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلح تعالوا بنا نذهب إلى فاصل نصلي فيه ونسلم على خير البرية ثم نعود لنتمم الكلام فتابعونا ولا تفائقونا فبسر عبادي فإني قريب فبسر عبادي فإني قريب عدنا لحضراتكم معون الله وبحولي وفي قوتي الله عظم قد رجاه نبينا وأثابه فضلا لديه عظيمة في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما جزى الله وعنا سيدنا محمدا ما هو أهله اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم أبي وسائر أموات المسلمين وأسكنوا في الدوسة الأعلى يا رب العالمين في نهاية هذا البرنامج الماتع كنت معكم على مدار شهر رمضان المبارك وأسأل الله العلي القدير أن أكون ضيفا خفيفا على حضراتكم ما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن نذكركم به وأنساه أحببت أن نسير في سيرة هؤلاء التابعين الذين ربما لا يسمعوا عنهم الكثير شيئا ولا يعرفوا عنهم شبابنا شيئا أردت أن أضيء لعل من منا يستضيء بهم ولعل منا من يسير في ركابهم ويسير في نهجهم وعلى سيرتهم فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاحوا لكن امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله فإني أتوجه بالشكر الجزيل إلى الله سبحانه وتعالى أولا على توفيقه وفضله وآلائه وإحسانه ثم الشكر موصول لإخواننا الأفاضل الذين هم جنود مجهولون في هذا البرنامج هؤلاء الذين كانوا يواصلون العمل ليل نهار من أجل أن تخرج الصورة النهائية لحضراتكم أشكرهم شكرا جزيلا أشكر أخي وحبيبي الذي طالما تحملني ويعني تحمل تعبي وكثير من شدتي ومنغشتي أخي المخرج الحبيب أحمد داغر حفظه الله وربنا يبارك فيه والسنة جاي بأبيته ويريحنا يا رب العالمين أشكر أختي الغالية الأستاذة لميس أمين أشكر إخواننا الكرام المصورين أستاذ فؤاد وأستاذ مي وأستاذ محمود وكل إخواننا علشان منساش حد أشكر كل طاقم الصوت أشكر كل السادة العاملين في قناة النهار أشكر رئيس الشبكة وأشكر إخواننا كلهم ربنا يبارك فيهم والشكر موصول لرئيس التحرير الأستاذة مونة سمير والشكر لكم موصول لحضراتكم فلولاكم بعد الله سبحانه وتعالى ما كان لنا وجود فإن وجودنا بكم وضع الله لنا القبول بكم ونسأل الله العلي القدير أن يديم لنا القبول بينكم إن شاء الله نلتقي بحضراتكم وموسم جديد من برنامج إني قريب عاقب أجازة الأيد أسأل الله العلي القدير أن يجعله عيد خير وبركة ويمن وسعادة على مصر الحبيبة ارفعوا معي أكفة دراعة فإنها حتما إن شاء الله لحظاته إجابة اللهم اجعلنا بالعروة الوسقى من المعتصمين وألهمنا من الرجد ما يجعلنا من الراشدين ومن خشيتك ما يبلغنا مكانة المتقين ومن طاعتك ما تلحقنا به من الصالحين ومع الصالحين ومن اليقين ما يجعلنا من المقربين ومن الحب فيك ولك ما يرفعنا إلى عليين ويحشرنا مع الصديقين اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك الله يا رحمن يا رحيم بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا بحفظ كتابك كما علمتنا وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا اللهم صب الخير على بلادنا صبا صبا ولا تجعل يا ربنا عيشنا كدا كدا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدي أولادنا ووسع أرزاقنا واغفر ذنوبنا وتقبل سائر أعمالنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وسائر أعمالنا واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين وأخرجنا من الدنيا مستورين لا خزايا ولا مفتوحين اللهم رب الركن والمقام رب المشعر الحرام أكرئ رسول الله من كل مسلمين السلام وصلي وسلب وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وآليهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين لغدين ولو كرئ الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وسلم تسليبا كثيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وإله الحم الله أكبر جبيرا والحمد لله كثيرا وسفحان الله بكرة وأصينا لا إله إلا الله وعدة صدقة وعدة